دعم الأردن للبنان في محنته تجسد عمليا من خلال إرسال المستشفى الميداني العسكري إلى بيروت المنكوبة بالمال والعيال طائرتان عسكريتان غادرتا عمان تحملان طواقم وأجهزة طبية لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الطبية اللبنانية المنهكة أؤكد على أن هذا المستشفى سيكون جاهز إن شاء الله غدا للعمل واستقبال المرضى في لبنان الشقيق وهو مكون من كافة الطواقم الطبية اللازمة لإجراء العمليات الصغرى والكبرى ويتكون هذا المستشفى من 48 سرير و10 أسرة ICU وغرفتين عمليات 160 كادرا طبيا على متن الطائرتين خطوة مؤازرة من الأخوة الأردنيين علها تبلسم جراح أشقائهم اللبنانيين ترحل الطائرة ومعها ترحل قلوب الأردنيين التي اعتصرت أسا وحرقة من هول الكارثة الدعم الأردني لم يقف عند شقه الرسمي المادي وإنما تعداه إلى دعم معنوي شعبي مقر السفارة اللبنانية في عمان كان وجهة كل من فجعه نبأ الانفجار وتحت شعار بكيتين يا بيروت اجتمعوا بنفوس أدماها الحزن بيروت هي مثل طائر الفنيق يلي مهما احترق وأعلى الأرض من رماده بيرجع يبعث حيا يعني مهما دمروها هي رح تظلها حلوة في عيوننا وإحنا بنحبكم كتير وكل تضامنا وإحنا جدا متألمين معاكم هذه عبارة عن وثيق التضامن من الموجودين هنا مع بيروت مع أهل بيروت مع لبنان فقط لغير على مسارية نكسه الأردن لمدة ثلاثة أيام حدادا على ضحايا بيروت والأردن ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا جميعهم هبوا لنصرة لبنان المكلوم لان شهين عمان قال ما يادين ملكا وحكومة 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 وشعبا جميعهم disकبل 3